اهلا بكم مشاهدين الكرام لعدد جديد من ضيفة حرير في اليوم الحادي والخمسين بعد المائتين من العدوان الاسرائيلي على غزة واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر في القطاع المحاصر مخلفا عشرات الشهداء والجرحة في وقت اعلنت في قوات الاحتلال مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة ودفعت بتعزيزات الى هناك وفي سياق التطورات السياسية انتقدت حركة المقاومة الاسلامية حماس الادارة الامريكية ووزير الخارجية انتوني بلينكين وقالت ان مواقفه تحاول تبرئة الاحتلال وهي استمرار للسياسة الامريكية المتواطئة مع حرب الابدة الوحشية وكان بلينكين قال في مؤتمر صحفي بالدوحة امس الاربعاء ان حماس ردت على مقترح صفقة وقف اطلاق النار بعدما استغرق انتظار ردها 12 يوما واضف ان الحركة اقترحت العديد من التعديلات بعضها لا يمكن القبول به وفي اخير تطورات سجال المواقف بشأن مقترح الهدنة في قطاع غزة طالبت حركة حماس اليوم الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل من اجل الموافقة على المقترح والتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة حول تطورات الوضاع في قطاع غزة وجهود الوصول الى وقف اطلاق النار يحضر معنا مشكورا الدكتور العباس الوردي واستد القانون العام بجامعتي محمد الخامس بالرباط مساء الخير والستد الوردي شكرا لتلبية داوة الفقارة مساء النور للأخي بوخريس وشكرا على السيطرة اذا نحن في الشهر التاسع منذ بداية هذا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الاكيد بان الجهود حتيثة من مجموعة من الاطراف الفاعلة من اجل وقف اطلاق النار والوصول الى حل يحقن دماء الفلسطينيين ويوقف هذه الفاجعة الانسانية المستمرة منذ تسعة اشهر لكن للأسف حاليا الجهود لم تفلح على ارض المدان في الوصول الى هذه الاهداف المتوخات هذه المبادرة الامريكية المطروحة حاليا للنقاش هل تنجح فيما فشلت فيه باقي المبادرة السابقة وحقيقة هذه المبادرة الامريكية التي بنيت على قرار لمجلس الامن في اطار موافقة 14 دولة امتناء روسيا وترحيب من لدوني مجموعة من الكيانات الاقليمية كالتحاد الاوروبي الذي اعطت ضوء الاخضر لقرار المدعوم من لدوني دولة التملك حق الفيطول والوليات المتحدة الامريكية وحلفائها في تنزيل هذه البنية التالوتية هناك تلات نقاط اساسية ولكن اعتقد على ان التلات نقاط لم ترقى لبالي حركة حماس وكذلك الفلسطينيين وفلسطينيات لان فيها شيء من لا توازن كما اعتبرت حماس على انه ابالة لكفة اسرائيل على حساب الفلسطينيين وقبلهم حماس التي بطبيعة حالة الان هي تكابد الصعاب من اجل مواجهة الغرب اقول الغرب لان الان اسرائيل مدعومة من لدوني الولايات المتحدة الامريكية والغرب وبالتالي فهذا التالوت كما قالت يولندا توماس المفوضة الامريكية على مستوى مجلس الامن على ان مادم ان هناك مفاوضات وبالتالي فهذه اعتقد ان معادلة صعبة المنال سيكون هناك وقف لاطلاق الان النار والحال على ان البنية لا تبشر بالخير فما يقع بي جنين ما يقع بي رفاح ما يقع بي غزة والآن سيكون اصعب ان حتى الان بنية من ناتنياهو قد اكد على ان اقصى ما يمكن ان تقدم اسرائيل هي هذه البنية التي جاءت على بطبيعة الحال على اساس مبادرة امريكية انتوني بليلكل هو الاخر قال على ان على حماس ان تقبله فاعتقد على ان الامر يتعلق بسياسة الامر الواقع واعتقد على ان المنتظم الدولي كله الآن يؤشر على ان وقف اطلاق النار قد اصبح امرا مستعصية المنال وبالتالي فلانجاح هذه البنية التالتية لابد اقول على ان تتم اعادة الاعتبار للبنية المرتبطة بهذه الشروط لا على مستوى حماس ولا على الفلسطينيين لا يعقل على ان في احد النقاط اعتقد ان النقطة التانية ان نجابها العداء فالعداء يجب ان يكون من جانبين كذلك فيما يتعلق بتسليم الرهائن لا يمكن ان نسلم الرهائن الاسرائيلي وانترك الفلسطينيين كذلك فيما يتعلق مفردة موسعة وفضفاضة لعمار لعدة سنوات الى اين هذه السنوات بالتالي فهذه النقاط الاساسية يجب ان تخذها على محمله من الجد لان الكل ان يجمع على انه لا مفر من وقف اطلاق النار لان الامر سيتمدد الى حدود اخرى الى اقالم اخرى الى دول مجاورة الان الكل يسارع الزمن هناك قمام عربية كانت بالمنامة في البارحة في الاردن حطور انتوني بلينكنر وزير الخارجي الامريكي الى جانب رؤساء وقادة الدول العربية وكذلك الاسلامية قبل ذلك كان انتونيو غويتاريس بالتالي فالمنتظم الدولي يدعم هذه التوجهات الان هناك كذلك نقاش مستفيد تقوده الولايات المتحدة الامريكية الى جانب قطر وكذلك مصر وغيرها كذلك المبادرات المغربية التي ما فتأت تؤكد من خلالها باعتبارا ان المغرب وعلى رأسي ذلك جلالة الملك محمد سيس حفظه الله الذي يرأس لجنة القدس واعتبارا كذلك لأشؤون المرعية لإخواننا المقدسيين وكذلك للدور المغربي في الحفاظ على الهوية المغربية وعدم تجاوز وكذلك فرمالة جمع خطط خط 67 والتفاق 67 والحفاظ على قدسيتي بطبيعة الحال للقدس الشريف وعاصمة فلسطين كدولة قائمة الدات هي القدس الشرقية بتاليفة كل هذه المقاومات أعتقد على أن النقاش سيكون مستفيدا خاصة أن هناك توجه الآن كما قلت غير بي قد رحب بالدرجة الأولى ومن دون انتظارية بهذا القرار الأمريكي على مستوى أممي وعلى منصة عنوانها بمجلس الأمن واعتبارا كذلك أن حتى المجلس الدول الاتحاد الأوروبي تنادي بضرورة تنزيل قرارات مجلس الأمن السابقة سبعة وعشرين سفر اتنين سبعة وعشرين تناشا عفوا وسبعة وعشرين عشرين وسبعة وعشرين تمنية عشرين وبالتالي فأعتقد على أن هذه البنية يجب أن تواكب بمخرجات قمم عربية وبتوجوات عربية يمكن أن تخدم شيء الكثير البنية فيما يتعلق بالنقاش بين الولايات المتحدة الآن كقائدة لهذه المبادرة أعتقد أنها مبادرة محمودة في هذه الضرفية بالذات ولكن يجب أن نوسع فيها النقاش من أجل أن ننصف بطبيعة حل الجانبين وكذلك نتجاوز هذه المرحلة القاتمة ونتحدث عن المستقبل وبطبيعة حل الدولتين والحفاظ على اتفاق سبعة وستين نعم ربما هناك وعي من المنظومات الدولية بأهمية هذا الاتفاق باعتباره ربما اتفاق الفرصة الأخيرة وهذا ربما يبرر هذا الدعم لمجموعة السبعة التي تؤيد هذا المقترح الأمريكي في نظركم هل سيكون له فعالية على أرض المجال وهو المدعوم بقرار مجلس الأمن أم أنه ربما هذا التعنت الإسرائيلي وكذلك ربما هذه الردود غير المتزنة بين الطرفين ستمدد أجل الصراع واستمرار الحرب على أرض الميدان البنية الآن هي من الناحية البراجماتية فهي بنية غير متكافئة لأن الأمر يتعلق به بطبع حال أسرى من الجانبين وكذلك الجانب الفلسطيني والمتضرر بدرجة أكبر هناك بسألة إعادة الإعمار التي يجب أن تحذرها شيء كثير إعادة اللاجئين كذلك فتح معبر رفح كذلك بطبع حال عدم الإجهاز على بطبع حال البنية الفلسطيني أكثر مما تحتمله البنية مما بطبع حال هو بطبع تعرفه البنية حاليا ثم كذلك في إطار استحضار البنية الإنسانية في هذه الدرجة بالضبط وكذلك تنزيل عراء القانون الدولي الإنساني وكذلك هناك بطبع حال المحكمة الجنائية الدولية التي صنفت ما تقوم به إسرائيل بإبادة جماعية وهذا لا يمكن أن ينسى أو يتناسى وبالتالي فالآن من المفروض أن يتم الاستعانة بأصحاب الحكمة بدول الحكمة الدول الحكمة حاضرة بقوة هناك الأردن وكذلك الوصائي الهاشمية كذلك هناك المغرب بلجنة القدس الشريف كذلك هناك مصر هناك قطر هناك دول الخارج العربي كلها بدون ستناء بالتالي فالبنية يجب عليها الآن أن تعقل على أن مربط الفرسي يوجد بين يديها لماذا؟ لأن لكل هذه الدول علاقات مع جميع دول العالم ممكن أن تضغط مجموعة من الأوراق وهذه الأوراق هي معروفة ومعلومة لدى جميع المكونات المنظومة الدولية لأن الأمر يتعلق بدولة عربية ودولة إسلامية ومشترك إسلامي وموروط عربي إسلامي وبالتالي فهذا الضرف بالدلس ستسائل وستسائل كل المتدخنين الدوليين عما قدموا عما سيقدمونه للفلسطينيين والفلسطينيين كذلك الولايات المتحدة الأمريكية ربما فطنت في آخر المطاف على أن الحرب لن تخدم مصارحها في المنطقة بالتالي فالكل يعرف ارتباط الوثيق وكذلك الحتيت للولايات المتحدة الأمريكية مع البنية الشرق الأوسطية وخاصة الخليجية منها التي بطبيعة الحال تعبر على أن الوضع غير مريح وعلى أن الوضع سيتطور إلى الأسوأ وبالتالي فهذا البنية كذلك تؤكد بملموس على أن الضغط سيكون في المرحلة المقبلة وهذا الضغط سيكون لا بد أن يكون متكافئا بين الطرفين لا يمكن أن نخدم أجندة إسرائيل لوحدها لأنه من غير المقبل ولن تقبل لا حماس ولا الدول العربية ولا غيرها من الدول التي أصبحت الآن تعترف بفلسطين كدولة قائمة بأدات ومجموعة من الدول كإسبانيا وغيرها من دول اسكندنافية وغيرها من الدول المرتبطة وعن قضايا الإنسانية وعن كذلك مجابهة ومقارعة جرائم الإبادة الجماعية فالوضع قد تغير والولايات المتحدة الأمريكية قد استبقت الزمن وبطبيعة الحال هناك كذلك ننسى الضغط الروسي الضغط الروسي بحلفاء لأن روسيا خرجت مباشرة عن طريق منذوبها على مستوى مجلس الأمن وقالت على أن الأمر وبنية القرار هي غير متكافئة وهذا الحال فلا يمكن أن نعطيها نصيبا أو الحض الأوفر لإسرائيل ونترك فلسطين نوافق نعم على كحماس وهي البنية التي أكدت عليها حماس أنها تتفق على جزء الميناء الحل ولكن بجموعة من النقاط يجب أن يتم التداول وهذا ما سيكون لأن لو أرضنا بطبع حال أن نقف أو بطبع حال أمام هذا النزيف أو نوقف هذا النزيف الدموي الذي استمر لأكثر من سبعة أشهر فالأمر يتطلب شيئا من التؤادة والروية وكذلك فتح النقاش وكذلك الاستعانة ودى ما تفعله أمريكا الآن أنطونيو أنطوني بنهيكان هو الآن في قطر فهو يحاول أن يسابق الزمن من أجل أن تقنع بطبع حال قطر لعلاقتها الوثيقة مع مجموعة من الكيانات على مستوى فلسطين وخاصة بطبع حال كوادر بطبع حال حماس من أجل بطبع حال تضمين شفافة والأمر الذي س بطبع حال تكون لهم جموعة من الإسقاطات التي س بطبع حال تؤكد على أن فلسطين تريد الشئ الكثير من أمريكا ومن غير أمريكا وكذلك أن بطبع حال يتم تأطير هذا القرار الذي انبتق عن مجلس الأمن بأنه يجب أن يؤثر لفائدة الشرعية الدولية ولا شيئا غير الشرعية الدولية طيب السؤال الأصعب في هذه المعادلة وفي هذه الممبادرات هل تلتزم إسرائيل بهذه الخطة الأمريكية من أجل يعني إيقاف يعني مصار هذا الحرب الذي أمره طويلا وخاصة في ظل هذا الانقسام الداخلي الإسرائيلي هناك أطراف يعني تدعو وتقر بمواصلة العملية العسكرية حتى القضاء النهائي على حماس بينما أخرى ربما تظهر شيئا من الليون وبفتح الحوار مع يعني الأطراف الفلسطينية حتى توصل إلى صيغة ترضيها تحقيقا البنية الإسرائيلية هي بنية تعرف مجموعة من الإشكالات التي تتجادب فيها مجموعة من التوجهات المعارضة لسياسة بنية من نتانيا والذي يوجد في وضعه لا يحسد عليه فهو الآن يحاول أن يلمع صورته وأن ينضم إلى صف الولايات المتحدة الإمريكية لأنه قد شق عصد طعا غيرما مرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتجاوزه في السابق وكانت بطبع حال تناقش الأمر مع كبريات المؤسسات الأمنية وكذلك السياسية على مستوى إسرائيل بالتالي فأعتقد على أن الرجل قد استبقى كذلك وزمو أكد على أنه موافق على التوجه الأمريكي ولكن أكد مرة أخرى على أن حماس لن توافق بالتالي فهذه سياسة البينبين وسياسة الكر والفر وبالتالي فالبنية من نتانيا هو مجمر الآن على إيجاد حل وصيغة تخدموا الطرف لأن الذي أسرى أن نطالب برفات بطبيعة الحال للموتى الإسرائيل على مستوى فلسطين فحتى فلسطين لها الحق أن تطالب برفات الفلسطينيين فلسطينيين حتى المعاملة المؤنسنة التي عبرت عنها ناشطة إسرائيلية قد بطبيعة وصلت إلى إسرائيل في الأيام الماضية السابقة قد أكدت على أن كانت بطبيعة حال تزور الأسواق يومين في الأسبوع أن المعاملة كانت معاملة حسنة بالتالي فهذا دليل على أننا نأتي على الأخطر واليابس وإنما نؤكد على أن كانت هناك أنسنة بطبيعة حال الأسرى وكذلك كان الحضور المؤنسن لهذه المعاملة التي يجب أن تعقل إسرائيل ولا غير إسرائيل على أن الأمر قد زاد عن حد وعلى أن الوضعية الحالية ستنذر باستمرار حرب بالوكالة وكذلك لكذلك تسريب مجموعة من الأفكار التي تقود ومجموعة من البونى الإرهابية دواء ما تخافه الدول المجاورة وكذلك تسابق الزمن من أجل فرمالات جيمحين أن الأمر قد زاد عن حد ولأن حتى القانون الدولي فهو يجر مقتل الأرواح وكذلك تجير وتقصير وغيرها من الأمور الممنوعة من الصيق القانون دولي فالآن إسرائيل يتوجد في وضع نشاز وهي خارج الإطار المقنن بين الصيق القانوني الدولي وأمريكا الآن كذلك ومع قرب الانتخابات الأمريكية فهي تسابق الزمن عبر بوابة كذلك الجمهورين أن بطبيعة حال تلمع صورة الجمهورين على مستوى البنية بطبيعة حال الانتخابية المقبلة لأن هناك حتى صوات معارضة من داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك كذلك جموعة من المفكرين وكذلك الطلبة وغيرهم الذين خرجوا لتدور حتى أمم البيت الأبيض الأمريكي من أجل مطالبة الرئيس الأمريكي جوبيضان بالتدخل العاجم أجل وقف هذه المهزلة التي طال أمدها لأنها تقتل الأبرياء والأطفال والنساء والعزل وهي حرب أكاد أجزيم بأنها حرب غير متكافئة من حيث العتاد ومن حيث كذلك التكتيك حرب غير متكافئة وبالتالي فهذه من بين الحروب الغير معلنة وحروب كذلك الغير متكافئة التي يمكن أن نقول بشأنها لأن الأمر قد زاد عن حد وعلى المنتظم الدولي والمغرب يقول دائما على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليتهم مسؤولية كاملة المغرب يندد فمن كان يكيل بسياسة الكيل بميكيليل وقول أن المغرب قد طبع مع إسرائيل وأن المغرب لن يكون بوسعي أن يعبر عن رأيه فالمغرب عبر وسيعبر وجلالة الملك محمد السيد حفظه الله كان أول مبادر لنقل المساعدات البرية لإخوالنا واشقائنا الفلسطينيين والفلسطينيات طيب كان هناك وعي في إسرائيل بخطورة التسع رقعة المواجهة مع لبنان ربما هذا المستجد يدفع إلى طبعا يعني الضغط على أطراف إسرائيل حتى الجيش الإسرائيلي يصي بإنهاء عملية رفح بسرعان تجهيز لعملية أوسعة في لبنان هذه المتغيرات هل تدفع في التجارب وما القبول بهذه المبادرة الأمريكية ويعني الموافقة على وقف إطلاق نار طويل المدافق غزة أكيد وهذا ما أكدت به قبل قليل وبطبع الحال على لسان المفوضة الأمريكية على مستوى مجلس الأمن يولندا توماس تأكدت على أن الميزان يضم بطبع الحال جبته بين المفاوضات وبين إطلاق النار فماذا ماذا أن هناك مفاوضات فهناك وقف سيكون هناك وقف لإطلاق النار ولكن إلى إلى متى سنظل نتعامل مع هذه البنية المهترئة والنشاز بهكذا الشكل الأمر بطبع الحال يخرج عن السيطرة ليس من مصلحة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب ولا الدول المجاورة ولا أي دولة كيفما كان أنتماء وسواء جغرافيا قريبا أو بعيدا أن تصمر هذا الحال لأنها تضر بالمصالح لأن هناك إضرار بمصالح هناك ارتفاع لمجموعة من المواد الخام هناك مشكل كثيرة ترتبط بهذه البؤرة التوترية ولن ننسى حزب الله كذلك ولن ننسى كذلك مجموعة من الخلايا النائمة المحيطة بالإطار الجغرافي الذي بطبيعة حال الآن هذه الخلايا النائمة فهي تقتات على جيف هذا العمل يجب أن تستمر لمصلحتها وبالتالي فأعتقد على أن هذا البنية يجب أن تفرز المعادلة لا أقول أن تتجاوز المعادلة الأمريكية نعم نتفق مع هذه المعادلة ولكن أن تكون منصفة للجانبين وعن كذلك تقوم بجبر الدرر للفلسطينيين وكذلك لغيرهم من أجل بناء اتفاق وبطبيعة حال تام لوقف إطلاق النار وكذلك الحديث عن المستقبل لا يمكن أن يتكرر هذا السيناريو كلما دعت الضرورة إلى ذلك فالبؤرة التوترية يجب أن تتجاوز والولايات المتحدة الأمريكية كما سعت إلى بناء هذه البنية المؤطرة تحت لواء مجلسي الأمن عبر قرار لمجلسي الأمن أجل دعم وقف إطلاق النار وحصد 14 صوتا فيها إشارة قوية على أن هناك دعم دولي لهذه المبادرة وعلى أن الغرب الآن كما دعم إسرائيل لأنه داعم لإسرائيل فهو الآن يحاول أن يقوم بإطفاء هذه الجمرة من أجل أن يبني لواء جديدا من التفاهم وكذلك من المواكبة وكذلك هناك نقطة أخرى ذكرت بها قبل قليل هو التساع رقعة الاعتراف بدولة فلسطين هذا ليس بالشيء الهين فهذا الضغط قد أتى بأكله كذلك المبادرات العربية التي أكدت بن الموس على أنها بطبيعة حال تؤكد على أنها حاضرة وعلى أنها تدافع عن حق الفلسطينيين والفلسطينيين وعلى أنها ضد المواجهة وضد الحرب لأن الحرب كذلك أو المواجهة ممنوعة من استلقاء الخانون الدولي فما يؤثر على أساس هذه المواجهات الدمية هي بؤرة والتورية بالتلفة لهذا نجز على أن خلال الخانون الدولي هو عاجز وعلى أن البنية الدولية هي عاجزة وعلى أن إسرائيل سفحل وعلى أن إسرائيل كذلك تقوم بالتنكيل والتجير والتقسير وقتل الأطفال والأبنية بالتالي فالمغرب كان حاضرا وسيظل حاضرا تحدثوا عن المغرب لأن المغرب بطبيعة حالي يعتبر جزءا من الحل المغرب كذلك يبادر غير مرة من أجل تقريب وجهة النظر ومن أجل لعب دور الوسطى لأن لديه احترام من الجانبين أراد من أراد وكره من كره لدينا طائفة يهودية يمكن أن تقوم بالدور المنوطي بهذا البنية وتخدم هذه الأجندة وكذلك تقرر من أجل نتنياتكم الدول الضالة في العلاقات الدولية التي مع الأسف ونقولها بطبيعة حال قلوة المصريين بالفم المليان على أن تقتاتوا علاجية في الفلسطينية وفلسطينيات وكذلك تناور بطبيعة حال دور المغربي على مستوى القضية الفلسطينية الذي لعب المغرب فيه دورا أساسيا وستراتيجيا وسبقا كذلك إلى أن يريد الأرض الله والأرض من العليا لأن جلالة الملك قد وضع القضية الفلسطينية في نفس كفة قضية الوطنية الأولى قضية سحرائنا المغربية نعم طيب هذه المتغيرات التي تروج في المنطقة هل يعني تعجل من أجل اتخاذ خطوة عملية من أجل وقف هذا يعني أسرع دائر حاليا الذي يؤدي الفلسطينيون فاتورته عاليا أم أن ربما الأمور هي فيها يعني متسع آخر من أجل إسرائيل حتى البلوغ أو تقدم يعني المضور قدما في أهدافها التي يعني سطرتها والتي تحجيم يعني حجم وتواجد حماس على أرض قطع غزة هو المؤشر الآن أقولها بكل صراحة بطبع الحال لصالح فلسطين لأن فلسطين هي المتضر الأكثر وفلسطين بطبع الحال هي الضحية الآن لأنه إسرائيل قد تمادت في الرد على حماس وكذلك في إطار كذلك النظام الداخلي لإسرائيل فهناك منادات من لدن إسرائيل بوقف إطلاق النار لأنهم قد شهدوا بأم عينهم على أن هناك حتى الأسرى الذين يؤكدون على أن المعاملة لم تكن مهينة وبالتالي فكذلك المعارضة الإسرائيلية للرجل بن يامين نتنياهو فتفرض عليه بالدرجة الأولى أن لا أقول يردخ وإنما أن يقبل من ذلك قيد أو شرط هذه المبادرات وكذلك هذه التوجهات وكذلك أن يتم على أساس ذلك التطعيم هذه النقاط الثلاثة التي جاءت في هذا المضمون المرتبط بقرار مجلس الأمن الذي عدته الولايات المتحدة الأمريكية وكانت معه 14 صوتان في إطار تنزيل بنية وقائمة على البراجماتية وقائمة على التوازن في الجانب المرتبط بالمصلحة لأن لا الفلسطينيين ولا الإسرائيل لهم مصلحة قصوى في إطلاق وقف النار لأن الأمر أصبح يتمدد والأمر كذلك أصبح بطبيعة حال يؤثر على الحق في الحياة والأمر كذلك أصبح يؤثر كما قلنا قبل قليل أخي الكريم وفي التذكير أو في التكرار في إفادة على البنية الجغرافية البنيوية في إطار ذلك المحيط الجغرافي لأن الكون الآن يمتعد من هذا التقاعس الدولي والآن كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية تحفظ ما أوجهها لأنها الآن قد بادرت بهذا القرار والآن أنتوني بليكل كما قلت ويسارع الزمن لأجل الإقناع أقنع أم لم يقنع وبطبع حال إذا لم يقنع فستكون هناك بطبع حال ضغوطات أخرى من دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الطرفين أقول على الطرف لأن الأمر مرتبط بطرفين أردنا أم أبينا فالأمر مرتبط بطرفين فلا حماس ولا إسرائيل يجب عليهم أن تعقل على الأمر يتعلق بالحق في الحياة وعلى أن الحياة الإنسانية هي مقدسة وعلى أن كذلك التفاوض وكذلك الوساطة وكذلك بطبع حال التناظر وخلق بطبع حال بنية وأرضية للنقاش قد أصبح أمرا مجبرا وكذلك لازم يجب التعاطي معه بكل واقعية وكل برقباتها نعم واقع الحال يثبت أن هناك تفاعلا فلسطينيا أمريكيا الذي يلعب دور الوساطة لكن وسط صمت إسرائيلي ربما غير مفهوم حاليا لا تفاعل ولا إجابة يعني إسرائيلية على هذه المقترح ولا حتى إظهار للنواية على الموافقة أو الرفض في نظركم ما يعني تفسير هذا الموقف الإسرائيلي الذي حاليا هو غير مفهوم وغير واضح المعالم حتى بنظر إلى الحنيفة الأمريكي فبطبع حال كنت قلت قبل قليل أن الرجل بنياميد نارتانياهو قد استبقى القول وقال عن أن حركة حبس لن تقبل هذا توجه أول للجانب الرسمي أو بطبع حال المؤسسة الإسرائيلية الرسمية لم تصدر توجها واضحا فهناك عتمحة في التوجه هناك بعض الأخبار التي تتناطر بين الفينة الأخرى ولكنها أخبار غير رسمية يبتلي فإسرائيل الآن تريد ربح الوقت إنها تريد ربح الوقت من أجل الاستمرار بطبع حال عملياتها العسكرية الآن تخطت معبر رفاح الآن في جنين وغير جنين ويمكن أن تدخلها وتتخندقها في مناطق أخرى من أجل ربما محاولة اجتتات حركة حمس والقضاء عليها وهذا أمر يجب أن يتم الوقوف عنده في هذا القرار فإذا كانت إسرائيل تريد مواصلة الزحف ومواصلة كذلك الاقتتال في مواجهة حمس فكل فلسطينيين بطبع حال يؤدون فاتورة باهضة وحتى حمس الآن قبلت وقالت على أننا لا نمانع ولا نعارض في التفاوض وفي وقف إطلاق النار ولكن على أساس من بطبع حال البنيوي المقبولة بين الطرفين والتي بطبع حال لا تؤثر على طرفين دون الطرف الآخر بل بطبع حال الطرفين كليهما في إطار ميناء التفاوض وتحت مضلة أمريكية لأن حمس الآن أعطت الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية على أن الأمر يجب أن يكون تحت مضلة أمريكية وبالتالي فكما قلت قبل قليفة رهان السباقيات الرئاسية الأمريكية ومجموعة ميناء بطبع حال البناء المؤسساتية لمجموعة ميناء الدول تؤكد على أن وقع الحال يفرض أن يتم وقف إطلاق النار ولكن كيف ومتى هذه هي المعادلة التي يجب أن تجيب عليها لولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائها وكذلك أن تتحمل فيها الأمم المتحدة مسؤوليتها مسؤولية كمان لأن الأرض الآن خصبة أمام الأمم المتحدة أجل العمل على تنزيل هذه البنية ومن أجل كذلك تقريب الرؤى بين الجانبين من أجل بطبع حال حقن الدماء وكذلك الغصور إلى حل مقبول على أساس اتفاق 67 وللأسف أن الوضع يبقى معلقا وحتى الإجابة عن هذه الأسئلة تبقى معلقة في الوقت الحالي أشكركم جزيلا شكر الدكتور العباس الوردي وسيد القانون العام بجماعته محمد الخامس بالرباط على كل هذه التوضيحات الشكر موصولكم مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا